بيعت للحلفاء وذهبت للأعداء هكذا عنونت شبكة الـ CNN الأمريكية تحقيقها الصحفي عن الأسلحة الأمريكية التي بعتها واشنطن للسعودية لكنها وجدت طريقها إلى عدو أمريكا الأول تنظيم القاعدة تحقيق CNN اتهم السعودية والإمارات باستخدام الأسلحة الأمريكية في شراء ولاء الميليشيات وهو ما ساهم في ازدهار تجارة أسلحة واشنطن في الأسواق الليمانية وكانت النتيجة تدفق السلاح الأمريكي إلى أيدي المنظمات الإرهابية من البندقية حتى المدرعة الثقيلة التحقيق الذي أجرته الشبكة الأمريكية اتهمت السعودية بنقل أسلحة اشترتها من الولايات المتحدة الأمريكية ليس فقط إلى مقاتلين في تنظيم القاعدة وميليشيا سلفية بل أيضا إلى ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في مفارقة عجيبة للحرب في اليمن التي تشن أساسا لمحاربة التدخلات الإيرانية في اليمن يصف التقرير الأمريكي لواء أبو العباس بالميليشيا المرتبطة بتنظيم القاعدة لكن هذه الميليشيا امتلكت عربات مدرعة أمريكية الصنعة رغم أن زعيمها مدرج في قائمة الإرهاب ولا يزال يتلقى الدعم من التحالف كانت وكالة أسوشيتة بريس الأمريكية قد كشفت في غسطس الماضي عن إبرام السعودية اتفاقات سرية مع مقاتلي تنظيم القاعدة بهدف القتال مع التحالف وتحقيق انتصارات وهمية على القاعدة وصول الأسلحة الأمريكية لميليشيات معادية لواشنطن أثار بحسب الـ CNN استفهمات حول إمكانية فقدان واشنطن السيطرة على حليفها الرئيسي السعودية وما إذا كانت الأخيرة متورطة في نقل تلك الأسلحة إلى منظمات تصنف أمريكيا بالإرهابية ترجمة نانسي قنقر